بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من الولاه السلام عليكم ورحمة الله وبركته مع سلسلات نظام الأسرة في الإسلام ومع الدرس الأول اللي هو تحت عنوان المعنى ديال الأسرة لأن من خلال المعنى ديالها سنحاول نعيش داك المعنى وفي تعامل ديالنا فالمعنى ديال الأسرة في اللغة الأصل اللغة ويجدر ديال هاد الكلمة ديال الأسرة جات من أسر والأسر هو الشدة ديال الخلق ومن نقل الله سبحانه وتعالى نحن خلقناهم وشددنا أسرهم الشدة ديال الخلق ومن المعاني ديال الأسرة هو الدرع الحاصينة الدرع هو هادك الدرقة وذلك اللباس ديال العديد اللي تلبسوا ذلك المقاتل تسمى الدرع فالأسرة من المعاني ديالها هو ذلك الدرع الحاصينة وفي ها المعنى ديال القوة أيضا فلهذا هاد الأسرة هي حصن للزوجين للراجل الأول مرة بالإحصان ما بقى ما غد يمشي ويرتكبوا الزينة والفحيشة والأبناء بالحفظ والرعاية ما غدش يضيعوا كي اللي غد يرعاهم ويتكلف بهم هذا دخل المعنى ديال الأسرة والتربية والنفقة نجيو للمراد بالأسرة هو العاشرة ديال الراجل والرهطة دياله القرابين ليه وتسمات بهاد الإسم هذا الأسرة لديك الشي اللي فيها كي ماشنا في اللغة من المعنى ديال القوة لأن الراجل تيتقوى بهذا الهلية دياله حيث نجيو للكلمة ديال الأسرة في الاستيلاح عند الشرع هي الجماعة اللي ارتبطوا الركنين ديالها شكوينو مع الركنين ديالها؟ والزوج والزوجة بزواج شرعي أدن فيه سيد ربي سبحانه وتعالى وطبقوا الرسول صلى الله عليه وسلم ورهنة هذاك زواج شرعي عقد النكاة والتزموا هذا الركن مع ذلك الركن الراجل مع المرأة بالحقوق والواجبات فيما بينها وتدخل في هذه المسؤولية هذه تجاه الذرية والصلى والأقارب والسلام عليكم ورحمة الله